فاطمة سر الله إنها مجمع الأسرار حينما نصلي عليها نصلي على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها الأسرار تذكر حين تذكر فاطمة صلوات على فاطمة المقام مقام إيجاز فهذه المطالب بحاجة إلى تطويل وتطويل وتطويل وهذا التطويل بحاجة إلى تفصيل وتفصيل وتفصيل وهذا التفصيل بحاجة إلى تذيل وتذيل وتذيل والتذيل هذا يحتاج إلى تكميل وتكميل وتكميل والتكميل نفسه يحتاج إلى تجميل وتجميل وتجميل ولا ينتهي الكلام نحن نتحدث عن من؟ إننا نتحدث عن فاطمة فالركن الثالث من أركان عقيدتنا التوحيدية هو هذا التوحيد في أفق عقيدتنا في أفق علاقتنا في أفق انتمائنا إلى أئمتنا الأربعة عشر إمامنا الأول محمد صلى الله عليه وآله وإمامنا الثاني علي صلى الله وسلامه عليه وإمامنا الثالث فاطمة صلى الله وسلامه عليها ومن بعدها الأئمة من أبنائها من الحسن المشتبى إلى إمام زماننا القائم المهدي صلى الله وسلامه عليهم أجمعين في هذه الحلقة سأعرض بين أيديكم نماذج من أحاديثهم من كلماتهم سأعيش معكم في أجواء قرآنهم المفسر بتفسيرهم وفي أجواء حديثهم المفهم بتفسيرهم بتفسيرهم أتمنى أن تتابعوا معي بدقة لأنني لن أعلق كثيرا على النصوص سأعرض بين أيديكم حشدا من النصوص المهمة التي تدور مضامينها في الركن الثالث من أركان عقيدتنا التوحيدية التوحيد في أفق عقيدتنا بأئمتنا محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أبدأوا معكم مما جاء مرويا عن إمامنا الصادق عن سيد الشهداء عن الحسين صلوات الله عليهما أقرأ عليكم من علل الشرائع لشيخنا الصدوق وتحديدا من الجزء الأول ومن الباب التاسع الباب التاسع هذا هو عنوانه علة خلق الخلق واختلاف أحوالهم الحديث الأول بسنده بسند الصدوق عن أبيه عن فلان عن فلان عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه خرج الحسين بن علي على أصحابه فقال أيها الناس إن الله جل ذكره ما خلق العبادة إلا ليعرفوه هذه لام التعليل لماذا خلقهم كي يعرفوه خرج الحسين بن علي على أصحابه فقال أيها الناس إن الله جل ذكره ما خلق العبادة إلا ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه أعيد الكلام مرة أخرى والكلام واضح جدا في التوحيد فهل التوحيد إلا هذا الحسين صلوات الله وسلامه عليه يقول لأصحابه خرج الحسين بن علي على أصحابه فقال أيها الناس إن الله جل ذكره ما خلق العبادة إلا ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه فقال له رجل يبنى رسول الله بأبي أنت وأمي فما معرفة الله إذا كان الله قد خلقنا كي نعرفه وإنما نعرفه كي نعبده وإنما نعبده كي نستغني بعبادتنا عن عبادة سواه إذا المدار في المعرفة تذكروا كلمة إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله عليه أفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج بعد المعرفة فالعبادة الأولى هي المعرفة فقال له رجل للحسيني صلوات الله وسلامه عليه من أصحابه لأنه قد تحدث بهذا الحديث في وسط أصحابه يا ابن رسول الله بأبي أنت وأمي فما معرفة الله ما هي هذه المعرفة التي تجعلنا موحدين الإمام هكذا قال إن الله جل ذكره ما خلق العبادة إلا ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه إنها المعرفة التوحيدية التي تقود إلى العبادة التوحيدية يا ابن رسول الله بأبي أنت وأمي فما معرفة الله فقال الحسين معرفة أهل كل زمان من إمامهم الذي يجب عليهم طاعته هذا هو التوحيد هذا هو الركن الثالث من أركان عقيدتنا التوحيدية هذا الركن وحتى الركن الذي سبقه لا يتحدث مراجع النجف منذ الطوس وإلى يومنا هذا في كتبهم العقائدية عنه مطلقا حينما يتحدثون عن التوحيد توحيد مراجع النجف توحيد أبتار توحيد مسخ لا صلة له بعقيدة التوحيد في دين محمد وآل محمد في مرحلة التأويل عقيدة التوحيد عند مراجع النجف هي بقايا من عقيدة التوحيد في مرحلة التنزيل مرحلة التنزيل نسخت نسخت بمرحلة التأويل غريب أمر هؤلاء الحقائق بين أيديهم في مرحلة التنزيل دين المدينة نسخ دين مكة في زمان النبي صلى الله عليه وآله إسلام مكة نسخ بإسلام المدينة القرآن نفسه القرآن المدني أسلوبه طريقته في الاستدلال بياناته تختلف اختلافا واضحا عن القرآن المكي في القرآن نفسه الدين المدني غير الدين المكي ما كان ما كان عليه الإسلام في مكة نسخ في المدينة حتى في الجانب العقائدي القضية واضحة والدليل هو القرآن بين أيدينا فضلا عن التأريخ والسيرة والأحاديث والحقائق الكثير لكن القرآن أوضح حجة ودليل على أن الدين في المدينة يختلف عن الدين في مكة فدين المدينة قد نسخ دين مكة لا أتحدث عن الدين في أصله إنما أتحدث عن مرحلة مكة عن الدين في مرحلة مكة فقد نسخ ذلك الدين في مرحلة المدينة وبعد ذلك نسخت مرحلة التنزيل بمرحلة التأويل والتأويل مرحلة تدريجية مر الكلام في هذا في شؤون النبوة الخاتمة الرواية واضحة ولا تحتاج إلى تعليق أكثر مما عرضته بين أيديكم من علل الشرائع إلى الجزء السادس والعشرين من بحار الأنوار لشيخنا المجلس وطبعة دار إحياء التراث العربي ومن الصفحة الأولى إنه الحديث المعروف بحديث المعرفة بالنورانية وليس بالنورانية إذا كنا نتحدث عن معرفة فإنها معرفة نورانية ولكننا إذا كنا نتحدث عن حديث الأمير الذي سأقرأ منه بعضا من كلماته فهذا هو حديث المعرفة بالنورانية النورانية شيء والنورانية شيء آخر من جهة اللغة ومن جهة البلاغة والمضمون والمعنى وهذا الأمر تحدثت عنه في برامج السابقة حديث المعرفة بالنورانية يبدأ من الصفحة الأولى من الجزء السادس والعشرين من بحار الأنوار سلمان وأبو ذار جاء إلى أمير المؤمنين يسألان الأمير عن معرفته بالنورانية الحديث طويل لكنني أذهب إلى موطن الحاجة من أمير المؤمنين يقول لسلمان وأبي ذار معرفة بالنورانية معرفة الله عز وجل ومعرفة الله عز وجل معرفة بالنورانية وهو الدين الخالص الذي قال الله تعالى وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيم تلاحظون أن الترابط في منظومتنا العقائدية التي بين أيدينا تلاحظون أن الترابط ترابط دقيق ومتين وعميق جدا وهو واضح وجلي أمير المؤمنين يقول لسلمان وأبي ذار معرفة بالنورانية معرفة الله عز وجل هي وهذا هو التوحيد الركن الثالث من أركان عقيدتنا التوحيدية التوحيد في أفق اعتقادنا بمحمد وآل محمد الأمير هكذا يقول معرفة بالنورانية معرفة الله عز وجل ومعرفة الله عز وجل معرفة بالنورانية وهو الدين الخالص الذي قال الله تعالى وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة صلوات الله وسلامه على القيمة إنها فاطمة هو دينها دين التوحيد دينها هي القيمة ألا لعنة على منهج حوزة النجف حوزة الطوسي الذي جعلنا نبتر إمامة فاطمة ونبتر قيمومة فاطمة على ديننا وهذا هو ديننا وهذا هو توحيدنا التوحيد من دون قيمومة فاطمة هو الشرك ما هو بتوحيد لا تتصور أن التوحيد هو في معرفة الأركان الأربعة للعقيدة التوحيدية هذا شأن من شؤون عقيدة التوحيد دقيق النظر في العناوين العناوين التي أضعها في هذا البرنامج وفي سائر برامج إني أنحتها نحتا دقيقا وبعناية فائقة الصحيفة الخامسة ما هو عنوانها شؤون عقيدة التوحيد إنني ما تحدثت عن التوحيد تحدثت عن شؤون عقيدته إلى الآن ما عرفت لكم التوحيد سآتيكم بتعريف التوحيد من شفاه محمد وآل محمد ليس من عندي سأبين لكم ذلك استبروا علي لا تتوقع أن التوحيد أن تعتقد بالأركان الأربعة للعقيدة التوحيدية هذا شأن من شؤون عقيدة التوحيد التفت إلى العناوين الصحيفة الخامسة ما هو عنوانها لماذا أكرر العناوين في كل حلقة وأقف عندها لأجل أن تلتفت إلى هذه العناوين هذه العناوين منحوتة بعناية فائقة وبدقة ورعاية تامة أنا لست مهذارا في الحديث إنني أتحدث كثيرا لأنني مضطر إلى ذلك أنا ربيب ثقافة العطرة فحينما أحدثكم في موضوع وأضع عنوانا إنني أنحته نحتا بعناية ورعاية ودقة الصحيفة الخامسة عنوانها شؤون عقيدة التوحيد الشأن الأول التأسيس الشأن الثاني أركان عقيدة التوحيد فأركان عقيدة التوحيد ما هي بعقيدة التوحيد إنها من شؤون عقيدة التوحيد ورعاية 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 في الصحيفة الثالثة ما يرتبط بعقيدتنا بقيمة الدين ما هو هذا قرآن هذه الآية من سورة البين فإنها جعلت التوحيد مرتبطا بفاطمة وذلك دين القيم وها هو أمير المؤمنين يكرر الكلام نفسه سيد العوصياء هو الذي يقول لمن لسلمان وأبي ذار لخيرة أصحابه لخيرة أصحاب رسول الله هذا الكلام ما قاله أمير المؤمنين لأي شخص من الناس هذا الكلام وجهه لسلمان وأبي ذار معرفة بالنورانية معرفة الله عز وجل ومعرفة الله عز وجل معرفة بالنورانية وهو الدين الخالص الذي قال الله تعالى والآية من سورة البين وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين كيف يخلصون له الدين من دون أن يخلص له التوحيد وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة من دون الاعتقاد بإمامة فاطمة وبقيمومة فاطمة على الدين ليس هناك من توحيد ضحكوا علينا ضحكوا علينا ضحكوا علينا هؤلاء أوباش النجف منذ زمان الطوس وإلى الآن يضحكون علينا ضحكوا على الأجيال التي ذهبت من الشيعة بعقائدهم السخيفة التي جاءونا بها من الأشاعرة والمعتزلة من كل مكان وتركوا دين محمد وآل محمد مثل ما قال صاحب الأمر ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون إنني أحدثكم في الركن الثالث من أركان عقيدتنا التوحيدية التوحيد في أفق اعتقادنا بأئمتنا محمد وعلي وفاطمة وبالأئمة المأمومين بإمامة فاطمة من ولدها من المجتبى إلى القائم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا قرآن وهذا حديث أمير المؤمنين وربما يتحدث الآن بعضكم بهراء المرجع العجل الذي هو يعبده هذا علي وهذا قرآن هذا الله هو الذي يقول وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هذا هو الإخلاص في التوحيد حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة فهل يستقيم التوحيد من دون أن نعرف القيمة هذه فهو دينها كيف يستقيم التوحيد من دون أن نعرف القيمة هذه ماذا تقولون أنتم ماذا تقولون ولكن ماذا تقولون ماذا تريدون أن تقولوا ما هو اللي يمشي وراء الثور أثور من عنده وليمشي وراء الحمار أحمر من عنده ما هو هذا واقعنا نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر